كان ميغالادون أكبر قرش عاش في التاريخ وصل طوله إلى ثمانية عشر مترا كان حجمه يقارب ثلاثة أرباع حجم الحوت الأزرق الحديث أو ثلاثة أضعاف حجم أكبر أسماك القرش في المحيطات اليوم بسبب أسنانه الضخمة والقوية واتساع فمه الذي يصل إلى ثلاثة أمتار كان لدى ميغالادون أقوى عضة في التاريخ بقوة ثمانية عشر ألف كيلو جرام أقوى بعشر مرات من القرش الأبيض الكبير وحوالي ثلاثة أضعاف قوة عضة تيريكس بسبب حجمه كان ميغالادون مفترسا علويا في المحيط كان يفترس الأزماك والحيتان والدلافين والفقمات والحيوانات البحرية الأخرى تم تقدير احتياجاته اليومية من الغذاء بأكثر من ألف كيلو جرام